السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبابي طلبة وطالبات الصفت الثاني الثانوي العامل. اهلا ومرحبا بكم مع درس جديد واولى خلقات منهجنا السنة دي. النهارة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ونقرأ قطعة هتفيدنا جدا جدا في حياتنا. وكمان هنتعلم بعض ونحل عليها وان شاء الله الحلقة اللي جاية هيبه فيها مفاجآت وحاجات تفصيلة جدا وهتبقى فيها كتير فياريت تتبقى معنا على تواصل. النهاردة الوحدة بتتكلم عن ازاي ان انت او انت تكون وراء وقلم عزيزي الطالب ويلا بنا نبدأ الدرس النهاردة. هنبدأ مع بعض وتشوف ازاي تقدر تعمل اسعافات اولية لشخص. ازاي ان انت مجرد ما تقرأ درس في المرحلة الثانوية يقدر يفيدك انك تنقذ حياة انسان. ننقذ انسان ده شخص عزيز عليك او شخص ما تعرفوش. بس العلم مش فقط عشان اخش الامتحان وانجح. ولكن عشان اقدر اعيش واقدر اتعايش واقدر انقذ المجتمع اللي احنا عشان فيه. فرست ات. فرست ات. فرست ات. فرست ات. انستركشن تعلامات ازاي تقدر انك تسعف انسان. نمبر وان. اسس the situation. ايس الموقف اللي ادامك. شو في الحالة اللي ادامك خطيرة ولا الموضوع بسيط. انشور the area in safe for both you and the injured person. اتأكد ان المكان اللي انت واقف فيه امن لك وللشخص التاني. لابقوش انا هنقذ الشخص اللي قدامي وهي غامل بحياتي وصحيتي. طرام مش هتقر تعمل ده فبالايش تعملها. انشور the area is safe. ان المطقة تكون safe for both you and the injured person. do not move the injured person unless there is immediate danger. وما تحرقش الشخص المصاب الا لو كان في خطر فيه زلزان والبيوت بطوقة. فلا ادامك هشينو اجري به حتى لو يحصل مضاعفات احسن ما افقدو خالص تحت الانقار. يبال افضل انك تسيبو مكانو. do not move the injured person. ما تحرقوش الشخص المصاب خالص. unless there is immediate danger. تاني حاجة اقول فوهير. خلاص انا شفت الموقف. عرفت ان انا safe. عرفت انه هو ديواتي في امان. ما حركتوش. هبدأ الفتوة اللي بعدها. نمبر two. call for help. قلتو بالنجدة. قلت المساعدة. ديال emergency services and provide them with necessary details. ديال هنا بمعنى اتصل. اتصل بالemergency service. بخدمة الطوارئ. بالاسعافات الاولية او هيئة الاسعاف المصري. علشان خاطر ان انت provide them with necessary details. اتزودهم. في حالة وصفها كذا في المكان الفلاني. الحقوني. call for help. and stay on the line until help arrives. يخليك على تواصل لحد ما يوصله. لو قال لك خليك معي ما تقفلش ما تقفلش لحد ما المساعدة توصلك. عشان تقدر تنكز الشخص اللي معك. نمبر ثري في الفرست 8 instructions. ان انت provide basic care. اغفره الرعاية الاساسية. ال basic. لو في bleeding. لو في حالة نزيف. او برنز حروق. او fractures. اتعامل ازاي في الماركوف زي كده. نشوف مع بعض ربا كان في bleeding. apply pressure. a pressure to the wand with a clean clothes. اول حالة تعملها تجيب clean clothes. قطعة ملابس نظيفة. او قطعة قماش نظيفة. وتستخدمها. هستخدمها ليه? apply pressure. اضغط the wand على الجرح اللي بينزف. يبقى لو كان في bleeding. apply pressure to the wand للجرح with a clean clothes. بقطعة قماش نظيفة. طب لو كان في burners. لو كان في حروق. cool the burn under running water for at least ten minutes. الحرق سيبه تحت مية بتجري. ماء بارد. مش ماء دافي. ماء بارد على الاقل المدة عشر دائن. لو كان في fractures. كان في كسور. انت المفروض منك. اتحافظ على الشخص اللي قدامك. ما تكسروش بزيادة. ما رب حدا في first aid instructions. لو في اي حد مصاب. monitor the injured person. عينك عليه. لاحظ الشخص. keep them calm and comfortable. حاول تخلي الشخص المصاب يحافظ على هدوء وقدر المستطاع. ويحس بالرحة. لان لو انت توترت. والشخص اللي قدامك توتر. مش هتقدر تسافه. ده بالعكس. ده ممكن يضعه بزيادة. of shock. such as or rapid breathing. of shock. شوف لو فيه اي علامة للصاعة قربية او صبتة او اي حاجة such as pale skin. تقليل جسمه شاحب. لون جلده متغير. or rapid breathing. التنفس بتاعه سريع. هنا بقى فيه صدمة قربية. فيه شك. راحز حاجة زي كده. لانه لما تيجي تتصل باسعافات تقوله الوضع. بالشكل. فلانه تقدر تساعد الشخص اللي قدامك. number five follow up. خليك في المتابعة. once professional help arise. provide them with any information they need. لما يوصل الاسعاف او الشخص المتخصص ال professional اللي هيقدر يساعدك. provide them with any information they need. قل له من بعد ما اتصلت بيك الحالة كان فيها كذا كذا ووصلت للحالة الفانية او الشكل اللي انت شايف. follow the instructions for father care. ولما يطلب منك حاجة تعليمات معينة. طب خلاص روح اعمل كذا او هات كذا او حافظ على الوضع ده. اسمع كلام المسافرين. follow the instructions التابعة تعليماتهم. for father care لراية افضل في المستقبل. طيب. دي الطرق اللي احنا شفناها مع بعض اللي ساعدنا في ال first aid instruction. حنشوف مع بعض كتعة listening المفروض ان هي هتبقى listening اللي اسمعها في ال class. ولكن انا وفرتها لكم نقرأها عشان نستخرج منها مع بعض كل المفروضات اللي احنا محتاجينها. والنهاردة عملنا الحصة بالشكل غير تقليدي ان احنا وفرنا الاول الدرس. نقرأه. نستفيده. ثم نستخرج مع بعض الكلمات. وراء وقلم الكربائيك الشاب بتاعتك. وتعالى معانا يا انا مستر محمد درويش ونكمل الدرس. athletic heart center. center. AHC. Athletic heart center هو مركز رعاية القلب الطبي. Most of us know that we need to stay healthy. And many of us enjoy sports. But need to worry about it. Sorry. But some young athletes believe that they do not need to worry about heart problems until very ill. However, health experts agree that athletes must get a special heart examination before they can be completely sure that they do not have a problem. For example, in 2006, محمد عبد الوهاب was an Egyptian footballer from Fayoun who seemed to be very healthy. مع بعض هنا بيقول لك كلمة most of us معظمنا know that. طبعا هي فعلي جاي نو في المدارة عشان كلمة most of us معظمنا know that we need to stay healthy. كلمة need to بمعنى ياجب وليس هيحتاج. We need to stay healthy ياجب أن نبقي على صحتنا healthy. Stay healthy يبقى بصحة جيدة. A many of us enjoy يستمتع sports. Enjoy سبورتس يستمتع بممارسة الرياضيين. But some young athletes. Athletes الأبطال الرياضيين. Believe that they do not need to worry about heart problems. يعتقدوا أنه لا يجب do not need or negative تعني to don't need to. لا يجب أن تقلق worry about. ودائما worry حرف الجارة بتاعها about. worry about يقلق بشأن أو بخصوص. What about heart problems. ولكن احنا منفعش نقلق بأي مشكلة في القلب until they get very ill. Get ill معنى يمرض. Get لما بتيجي مع الصفة بتحولها الفيرل. Get ill يمرض. With مبتل جيت with يبتل. يبقى هنا جيت اللي بمعنى يمرض. However. 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 التناقض. ودايما however لها حالتين عندي الحالة الطبيعية اللي باستدمها. اني يبقى ال itch بتاعتها capital. ففي الحالة دي اجيب قبلها full stop. وبعدها كومة. فيبتربط جملتين لكن مش بتوصلهم كجملة واحدة. يبقى جملتين زي ما هما. ولكن بنهي الاولانية الفلسطوب. اتش بتاع هوافر كابتل. وحط الكومة بعد هوافر. وكمل جمل جديد. يبقى ذلك ان هما لا يكلقوا حتى يمرضوا. ولكن. هوافر. وغلون ذلك. healthy experts. خبراء الصحة. agree that athletes must get a special heart examination. before they can be completely sure. that they don't have a problem. خبراء الصحة. ولو بسي هنا ام health. فقلناها healthy. كما نفعش اقول له healthy experts. طبعا ما نفعش. لاني لو قلت healthy experts اقصد خبير صحته جيدة. يبقى انا بوصفه. healthy بتوصف. لما قول healthy food طعام صحي. يبقى انا وصف طعام دانا هو مفيد. healthy person. healthy athlete. شخص رياضي. بطر رياضي. صحي. يعني اقصد ان هو جسمه بصحة جيدة. فلو قلتها healthy experts. يبقى اقصد ان الخبير بول لصحته كويس. لكن health experts خبراء الصحة. health experts agree that. لو قلت اقصد بعدها جملة كاملة. athletes must get a special heart examination. لكن لو قلتها agree to هجيب بعدها فعل. they agree to get a special heart. لو هم يكون مع نفسهم. انهم ما يحصلوا على special heart examination. ولو قلتها agree on معناها يتطفق. احنا اتفقنا مع بعض ان الحصة الجاية هنشرح فيها grammar we agree on grammar for the the next session. اتفقنا ان احنا هم يشرح كذا. we agree to explain the grammar points the next time. لكن agree that بيجورها هجمنا كاملة. قلتها اقصد اقصد that athletes must get a special heart examination. must زيها زي need to بمعنى يجب. ولكن must بتيجي للاعم. must get a special heart examination. بتكلم على الاثليتس كلهم. على الرياضيين بصفة عامة. لما يجب عليهم ان يحصلوا على examination. على فحص. heart examination. فحص للقاء. وزي ما شفنا مستجي بعدها جت فعلة. من غير اضافات. نفس الكلام need to go or stay. don't need to go or worry. يعني بيجي وراهم base verb. من غير اي اضافات. تاني. on heart. sorry. health experts agree that athletes must get a special heart examination before they can be completely sure. completely sure. متأكد تماما. that they don't have a problem. معدوبش مشكلة. وهي دينا مثال للراحل محمد عبدالرهاب رحمة الله عليه لاعب الاهي السابق. for example in 2006 محمد عبدالرهاب was an Egyptian footballer. كان لاعبا مصريا. from فايوم من الفايوم. who seemed to be very healthy. here seemed to be very healthy. الظاهر لنا. واضح عليه انه هو كان بصحة. جيد. عبدالرهاب رحمة الله عبدالرهاب at the time football clubs didn't have to check their players hearts but then عبدالرهاب fell down while he was training. sadly although the emergency services took him to hospital عبدالرهاب didn't survive. في ذلك الوقت football clubs didn't have to. didn't have to لم يكن مضطرا لفعل شيء علشان كده ما عملوش. فبستخدم didn't have to للتعبير عن عدم ضرورة في الماضي ما كانوش مضطرين ان هما تشكي في حاصر قلب اللاعبة. players هنا موجودة اس أبستروفي لاني مش بكلم على لاعب. ما بكلم على الجمع. على اللاعب كلهم. فاستخدمتها players hearts. قلوب اللاعب. but then عبدالرهاب fell down سقط. while he was training. عندما كان هياه. while بتربط جملتين اللي بعدها ماضي مستمر. past continuous was training. وقبلها ماضي بسيط حدث قاطع fell down سقطة عندما كانوا يراه. يونى المؤسف ثادلي. although the emergency service took him to hospital عبدالوهاب didn't survive. although to feed التناقض. بالرغم اني الإسعاف أخذته إلى المستشفى take him to hospital او took him to hospital. ولكنه لم ينب. didn't survive. رحمة الله عليك. بسبب الوضع تغير وفي خدمات أفضل فورتناتلي لحسن الحظ Egypt became a pioneer in athletic heart care in 2018 when it established the first athletic heart center in the Middle East in worthy in the hospital. فورتناتلي لحسن الحظ تعبر عن شيء جيد هيحدث. فورتناتلي Egypt became a pioneer أصبحت رائدة. become a pioneer يعني يصبح رائد في حاجة. أول حد يعمل هذا الشيء في مجاله أو في وقته أو في عصره. Egypt became a pioneer فورتناتلي لحسن الحظ رائد فيه بزبط athletic heart care رعاية القلب للأطرار الرياضيين وده تم in 2018 2018 when it established when it assisted established بمعنى founded بمعنى assessed the first athletic heart center AHC اللي احنا شفناه في الأول وده موجود in the Middle East وده الوحيد في شركة الأوسط وأولح في شركة الأوسط وموجود في وادي النيل مستشفى النيل it was decided that the AHC had to have the best technology to check every detail of an athlete's heart and Dr. Hazem Khamis the hospital director has said that the center will help to protect everyone who enjoys sport in Egypt and it will work with with Liverpool John Morris University to help athletes abroad it was decided that تم الاتفاق على أو قريرة أن the AHC اللي هو Athletic Heart Center had to have كان يجب أن يحتوي على أفضل أجهزة تكنولوجيا وإن كان في الماضي فساعدنا had to الماضي من مصد لما كنت أتكلم على ضرورة في الماضي had to have the best technology أفضل التكنولوجيا to check every detail كل تفصيلة لقلب اللعب الرياضي ودكتور حازم خميس وهو المدير المستشفى النيل سيد قال أن الماككس بتاعه The center will help to protect everyone لكل الناس who enjoys sports music أي حد بيستمتع برياضي في مصر هي من حق أنه هو يحص على هذه الرعاية and it will work with يعني يتعامل معه أو يعمل معه Liverpool John Maurice University جامعة John Maurice في Liverpool to help athletes abroad وفي أي حد خارج مصر ورياضي ولا كان عنده مشكلة أو محتاج يتمنع نفسه بياذب لهذا المكان دكتور أحمد أشرف عيسى who is the executive director of the center also believes that anyone who does any kind of sport should check the health of their heart first for example the members of the Egyptian national team take full testes of their hearts before major competitions such as the world handball championships such as the world handball championships بعد كمة بعد كمة معنى يجب أن يفحص فعل في المصدر وشد هنا وليس مست لأن تفيد النصيحة وليس الإلزان أنا بنصح أي لاعب رياضي أو أي حد مهتم برياضة أنه يتكمن على قلبه قبل أي حاجة for example the members of the Egyptian national team جميع أفراد الفريق القومي المصري take full testes of their hearts يعنيوا كل الفحاصات testes هنا تشي معنى فحوصات أفضل منهم إنها اختبارات إني بتكلم عن فحص طبي for testes of their hearts before major competitions من قبل أي مسابقة مهمة such as بمعنى مثلة ويجي بعدها مثال للحاجات اللي أنا كنت بتكلم عنها قبلها فأنا بتكلم عن المسابقات فهاخد منهم مثال واحد such as the world humble championship بطولة كأس العالم للكورا الكورتاليينت and now دكتور حازم من دكتور أحمد المسابقات have published the book together so that everyone can understand the importance of having a healthy heart it's called athletic heart between dreams of a trophy and sudden death young athletes and their families mustn't miss this chance to learn about the importance of heart examinations to stay fat and healthy والآن دكتور حازم ودكتور أحمد ودكتور أحمد ودكتور حازم هو مدير المركز ولكن دكتور أحمد المدير التنفيذي have published a book استخدمنا زمن have published مضارعتان عشان عبر عن حاجة تمت في الماضي ولها أثر ها published a book هما نشروا كتاب ماشي الكتاب في الماضي كان الكتاب موجود الوقت تتناولوا لذلك ايه الهدف بقى ايه الهدف من نشر هذا الكتاب everyone can understand the importance كل فرض يمكننا أن يفهم الimportance أهمية of having a healthy heart انك يكون قلبك سريم دي حاجة مهمة جدا طب الكتاب دي اسمه ايه it's called athletic heart between dreams of a trophy and sudden death وزي ما احنا شايفين اسامي الكتب بتبدأ بحروف captain عشان كدر ايه تاع كل الحروف دي بدأت ب لانه اسم كتاب طب هي بتفع يا مستر محمد لو يش معنا اه طبعا بتفع لما جب لك في الترجمة جملة وتلاقي جملة دي موجود فيها نفس الكلام بس مرة معمولة للحروف بتاعتها ومرة لو انا كنت بتكلم جملة عادية طبيعية هيحتاج منها لك لو بتكلم على اسم كتاب او عنوان معين يبقى لازم كل الحروف تكون كابتاً فعنوان الكتب هنا ايه بين هم التطويق أو فرم الحصو على الكأس وموت المفاجر وكمان الشباب اللي بيع ضيادة وأسرهم mustn't miss this chance لا يجب أن يفوتهم هذه الفرصة لتعلم عن أهمية فحص القلب لكي يبقوا بصحة قيدة وكده بكم خلصنا كرياتنا الدرس يلا بنا بقى أن نراجع كده كلمات المهمة لأنتوكم تاخدوا نوتس معايا ونشوف ايه أهم الكلمات التي تقبلنا النهاردة نيو فروكابلوري عند أرحية كلمة athletics athletics اللي هي الألعاب really athletics breathe بوقود حرف i طمتك th breathe يعني يتنفس لكن لو حزفت حرف i تبه breath النفس decide you cover ممكن وبعدها decide to يقرر أن يفعل شيء وغيرا decide on يتطفق أو يحدد هدف أما decide that بوراها غم disease 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 يعني مرض discourage يعني يحبط sorry encourage يعني يشقع في أهالي بتشقع أولاد هنو ما يلعب رياضة encourageهم وفي بعضهم لك لا لاش رياضة عشان ما تتعب شيء discourage يحبط أو لا يشقع يبقى discourage يحبط أو يثبت من الهمة أما encourage معنى يشقع عندي export to يصدر fortunate محظوظ have an operation مركز قوي في الفعل have لما تكلم على المريض يبقى المريض has an operation تقرى له عملية جراحية لو حولت الفعل have لفعل do تبقى do an operation بمعنى يجري عملية طبعا بعضك نشوف لما قلت دكتور مابجي يعقوب did a heart operation ولا had a heart operation طبعا did a heart operation هو لأقرى عملية للقلب لكن my uncle had an operation تمت له عملية جراحية كنا فوق من health and health and health الصحة أما healthy بالصحة جيدة on time في الوقت المحدد you should be on time in order to get the full benefit of the risk جايب نلتزم مع بعض بالوقت ويكون موقعين قبل الحصة ان شاء الله عشان نقدر نستفيد بأكثر قدر من عندي كمية private يعني حاجة خاصة safe امن same as مثل signal اشارة similar to متشابه مع special خاص tool آلة أو آلة نشوف مع بعض بعض definitions وبعض كلمات والعبارات اللغوية اللي محتاجين نركز جداً فيها وإحنا مندرسها مع بعض عندي كمية infection infection يعني عدوى وهي a disease caused by a virus or bacteria infection هي كل عدوى تتم من خلال virus هو مرض يتسبب به الفيروس أو البكتري perform perform يعني يؤدي لو ت perform an operation زيها زي do an operation يؤدي عملية لروحية the same as do an action وكأنه بيقوم بحدث معه react رد فعل do something as something else has been done تقع شيء رداً على فعل شيء آخر فده react رد فعل وتمشي برضو معنا يتفعل طريقة سفير شديد سفير شديد collaboration وهو التعاون when two or more people work together يعملوا معا to create or achieve the same thing يعني اتنين بيتعاونوا مع بعض هدفهم هدف واحد وعاوزين ينجزوا أو ينجزوا شيئاً ما زي ما شفنا الكتاب مع دكتور احمد في الأطفال في الاتنين اتحدوا مع بعض the collaborated in order to make or publish the book في بعد كده عندي بعض الكلمات والتعريفات على بعضها ومحتاجة عرفها زي ما هي ما فيهاش تغيير كلمة first aid first aid السعفات أولية ده ما بيجمعها الفعل do طبعاً ممكن do, does, during على حسب الزمن اللي معاه do أو perform first aid وكذلك c-p-r c-p-r اللي هو كرده بال really resistant وهناخدها كمان شوية مع بعض do أو perform c-p-r طيب يطر حد كده الشرط الرياض يقول لي c-p-r معناها إيه؟ يلا تشوف مع بعض وكحد حاولي يبعث لي الإجابة أو معناها بالعربي في ال-chat box اجابة مضبوطة جداً وهو جهاز التنفس الصناعي يبدو perform c-p-r يحاول أن يبكي الشخص الذي أمامه بالصحة باستخدام جهاز c-p-r أو أنك تعمله تنفس صناعي take up a sport take up a sport يعني يمارس رياضة كهواية take up take up okay react quickly react quickly react quickly يرد فعل سريع react quickly call for help call for help زي ما أخذناهم شوية call for help يتصل للنجدر أو يطلب المساعدة call for help do an action do an action يقوم بفعل ما do an action look together lock together يقلق عليهم معا have severe injuries have severe injuries مصاب بضراحات شديدة AHC هو athletic heart center مركز القلب ولكن انعاش القلبي أو انعاش الرؤي الورة c-p-r c-p-r هو عبارة عن l-cardiopulmonary resuscitation نرتي مع بعض cardiopulmonary resuscitation cardiopulmonary resuscitation اللي هو الانعاش القلبي الرؤوي انك تعمله سواء يدوي باستخدام ايدك بالضغط على القلب أو باستخدام جهاز الانعاش القلبي الرؤوي عندي مكشور أو بشور بمعنى يتأكد لوس انت أكد انك متحركش الشخص المصاب عشان ما تأذوي بزيادة emergency services خدمات الطوارئ أو الإسعافات move closer to يقترب بالطرب منه لو في حد منصاب أو فاقد الوعي قرب move closer to the breath قرب من نفس عشان تشوفه الريسة بتنفس ولا عنده مشكلة في النفس laying on his back لو في حد معريض معريض تسيبه زي ما هو رائد على ظهر laying on his back راقد على ظهر place your hand on ضع يديك على خط إيدك على آآ يصدر عشان تقدر تحس كان فيه نبض في القلب ولا لا ضعيك على الأولدة تشوف فيه نبض ولا لا place your hand on get an infection يحصل على عدوة ويصاب بعدوة خلي بالك لما تيجي الساعة الحد انك تحاول قدر المستطاع لو فيك لفظ انك كلبسه او انك تبع نفسك عن اي infection in order not to get an infection كي لا تصاب بالعدوة يبقى get an infection يصاب بعدوة stay calm يبقى هادئا وذيقول ان اهم حاجة ان انت كشخص مصعف تحاول تكون calm وفي نفس الوقت تحاول تساعد الشخص المصاب انه هو to stay calm اسمع calm وليست calm اللي هنا تصير for the instructions يتبع التعليمات يشوف مع بعض بعض الساهم الكلمات والانتنم بتاعها عندك متسجيل بمعنى شديد بمعنى dangerous او serious والاوبوسيت بتاعها او الانتنم بتاعها اللي هو بمعنى اللطيف collaborate يتعاون نفس الساهم بتاعها cooperate او participate يتشارك او يتعاون لكن الانتنم بتاعها او ال اوبوسيت المضاد resist او hinder responsible مسؤول عنه بيجي معها حرف الجر for responsible for مسؤول عن حاجة السنة المتاعها المعنى in charge of او in control ولكن الانتنم مضادها irresponsible غير مسؤول unreliable لا يعتمد عليه normal عادي ordinary same usual كل ده معنى عادي لكن ال اوبوسيت abnormal insane unusual ونركز اني احيانا بجيب ال اوبوسيت او الانتنم باستخدام الفريفكس فاحنا هنا استخدام الفريفكسة responsible but irresponsible وفي بعض الكلمات زي كلمة but unreliable but unusual but unusual فالعكس بتاعها باضافة un في كلمات العكس بتاعها ب in زي كلمة insane and expensive and expensive وفي normal يبقى الابوسيت بتاعها abnormal الابي هنا بتبدي opposite meaning المعنى العكسي regular منتظم هي هيها or usually اما الابوسيت بتاعهم uncommonly or unusually react يتفاعل او رد فاعل هي respond او perform يتفاعل مع شيء الابوسيت او الانتنم stop keep ignore بكي نكون خلصنا شرحنا للكلمات بتاع الجزء الاول من unit one staying healthy الصف الثاني السنو العام يلا بينا مع بعض نتأكد من فهمنا لهذه الكلمات ونحل مع بعض شوية امسالة بسيط بصد choose the correct answer سوة الوراني بيقول لك you mustn't a cpr unless the person is laying on their bank متعملش اي في السي بي آر متعملش انعاش قلب الرؤوي حتى تتأكد ان المريض مسترقا تماما على زهر يترى الإجابة الصحيحة do meet close ولا open طبعا هنا الإجابة الصحيحة هتبقى make you mustn't make cpr unless the person is laying on their back يبقى نستخدم number one make number two she had injury so she was taken to the nearest hospital الإثارات تأكدت ازاي لدرجة انها طرت ان تذهب الى المستشفى نحاول نشوف مع بعض ايه قرب حاجة هنا يترى السيربر ولا سيربنت ولا سيفيرز ولا السيربس نركز عزيز الطالب لان إجابات شبه بعضها جدا 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 الحروف متشابه مع بعضها لكن دي السيربر أما دي السيربنت لكن دي السيفير والمطلوب هنا بتكلم عليها سيفير انجلي يعني إصابة بالغة الخطورة أو إصابة شديدة سيفير انجلي يبقى نختار سيفير سؤال الثالث CPR is one of the first aid rules أي باستخدام الإنعاشة في قلب الرؤوي هو إحدى طلب الإسعاطات الأولية يترى الفعل اللي بيجي معاها collocation بتاعها drawing CPR performing CPR installing CPR ولا cutting CPR طبعا الإجابة الصحيحة تبقى performing CPR أداء الإنعاش القلب الرؤوي هو إحدى الأشياء الهامة لإنعاش القلب سؤال اللي بعضه number four the word feel means to cooperate and work as a team الكلمة اللي معناها إنك تتتعاون وتعمل مع البعض الآخر كفاريق عمل ترى separately feel collaborate ولا perform طبعا يجب الصحيحة تبقى collaborate بمعنى يتعاون collaborate بمعنى يتعاون يبا زي ما احنا قلنا مع بعض السؤال الأولاني الإجابة الصحيحة make والثاني severe السؤال الثالث performing أما الرابع الإجابة بتاعته collaborate شما مع بعض السؤال الثامس وهو CPR is a A you perform on a person who isn't breathing CPR هنا يعتبر إيه بالضبط CPR is an CPR is an عدوى react response ولا تكنيك الأه هنا تفيد الاسم يبقى الطبيعي أختار تكنيك وهو طريقة أو اسلوه CPR is a technique you perform on a person who isn't breathing سؤال رقم ستة firefighters have to be quickly لقاء المطاف يجب أن هم يعملوا بسرعة when there is an emergency إذا كان هناك حالة من الطوار طبعا الطبيعي يتبقى صعي يتناهدوا أم divide يعني قسم ولا persuade يقنع ولا react يكونهم رد فعل سريع طبعا have to react رد هنا رد فعل سريع أو يفعلوا بسرعة number seven I expect that the training course will surely improve the employees أنا متأكد I expect أو أتوقع إن training course الدورة التدريبية will surely improve سوف تحسن الemployees وقونا طبعا الإس أبوستروفي عشان بتكلم عالجامعة ويسا المفرد هتحسن عندهم إيه improve هنا يحسن لما من أحد ورشة عمل أو دورة تدريبية عشان حسن الإنفكشن العدوة ولا انجلز الإصابة ولا performance الأداء ولا discourage يحبط طبعا إقابة صحيحة performance improve the employees in performance يعني تحسين أداء الموظفين آخر السؤال في حلقتنا النهاردة poor hygiene can increase the danger of poor hygiene poor hygiene قلت النظافة الشخصية hygiene هنا مع النظافة الشخصية can increase وليست increase increase يعني تقلل هتقلل المخاطب إيه بالظبط هتقلل protection الحماية ولا infection العدوة ولا prevention الوقاية ولا deflection طبعا يجب الصحيحة تبقى infection بكده نكون وصلنا النهاية حلقتنا النهاردة كان معكم مستمع محمد داريش وإلى اللقاء في الحصة القدمة إن شاء الله بي 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 ترجمة نانسي قنقر شكرا